رمضان يا إخواني جاء ليدرب الأمة تدريب الأمة على الجوع تدريب الأمة على النكبات تدريب الأمة على الحصار الاقتصادي لاستعداد الأمة يدربها ويعدها في حالة نكبات لكانت جفاف ولكانت حرب ولكانت كارثة طبيعية وما إلى ذلك فما أذراكم إلى أن الآن الذين يخضعون للغذاء هم الدول العربية الذين يخيفون بالآن أصبح الغرب هذا الشمطاز لذلك أصبح الغرب الآن يدغط علينا ويخوفنا بالجوع ويخوفنا بالقمح وبالأكل يعني هذا تناقض فيهب أن تتعلم أن تحس بالجوع لأمرين العمر الأول واجتماعي اجتماعي لأنك لما تحس بالجوع تحس بالذي لا يجد ما يأكل لا أقدرت له لأنه أخذ جوع لا تفكر بعدها في النسجة عني وكانين أشخاص عندنا في المغرب هم في هذه المملكة المغربية يقولون بأنه ليس هناك جائع في المملكة بعد نفربات تمشي هدين تقولك ليس هناك جائع سبحان الله لأن الموائد ديالون فيه هو ما يأكله خمسة ديال الدواوير في البدية فأهوى دائما شبعا سيقول بأنه ليس هناك جوع فأنا قلت له يعني مشي الأوروبية وشوف أن الناس لا يجدون يعني الناس ينامون على الأرض ولا يجدون الغطاء ولا يجدون أن يأكلون ولكن كان تعفف وكان صبر وهذه الأمة هذه صابرة ولكن الصبر تاوى كما نقول ليس يعني لربنا لا تحملنا ولا تاقة لنبيه مش هلغبين يبقى صبرين للناس يعني كثير فأرأى أعود لأقول بأن هذا رأى فالإحساس بالجوع والعطش يجب أن تحس بالجوع لتحس بأخيك الجائع ويجب أن تحس بالجوع لأنه هو علامة أن الجسم لم يبقى له أي ذوائد وأي اقتياتيات فأنت ترغم هذا الجسم في حالة يعني للسنة كل 12 شهر شهور قمرية من عبادة كل قمرية الحج بالتوقيت القمر والسلاة بالتوقيت القمر والصيام بالتوقيت القمر كل العبادات بالتوقيت القمر فهذه 12 شهر كل هذه السنة أنت تأكل 11 شهرا لا تفكر الحال في الصيام أنت لا استمر غم عن الصيام إنما أنه تطوع وزود يعني ربما تطوع عبادة ربما تصوم بعض الأيام لكن لست مجبر على الصيام في معذ رمضان لكن لما تفكر ولما تسرف في الأكل ولذلك فالله فرعاً يجعل لك شهراً كاملاً كي تزيل هذه الزوائد التي تكونت من كثرة الأكل من جراء الأكل هناك زوائد هناك شحوم تتراكم في الجسم هناك توكسينات تسممات الجسم يتسمم فأثناء شهر رمضان سنرى كيف أن الجسم يتخلص من هذه الأشياء ولكن إذا لم تحسوا بالجوع فأنا أؤكد عليكم إذا لم تحسوا بالجوع في رمضان فإنكم لا تستفدون فيجب أن تحسوا بالجوع والعقش الشديدين يعني الجسم تدعوه تحت التجربة تحت الظروف قاسية لتعرفوا أن هذا الجسم وحتى الجسم يتعلم كيف يتكيف وكيف يتبرمج من جديد على هذه الحالة الجوع